شارك سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ في الاجتماع الوزاري بشأن ترتيبات التمويل للاستجابة للخسائر والأضرار المترتب على التغير المناخي الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك وألقى سعادة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ كلمة خلال الاجتماع أكد خلالها ضرورة إزالة جميع العقبات التي تقف في طريق الوصول السريع والفعال إلى الموارد المالية والتقنية للحد من الخسائر والأضرار المترتبة على التغير المناخي مشيرا إلى ضرورة الوصول إلى مخرجات عملية يمكن تبنيها خلال مؤتمر الأطراف كوب 28 الذي تصدفه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من أجل تحقيق الأمن المناخي وأهداف التنمية المستدامة صاحب السعادة تود مملكة البحرين أن تعبر عن الشكر والتغدير لرئاسة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين كوب 27 ولكم أيضا يا سعادة الرئيس المعين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 28 على تنظيم هذا الاجتماع اليوم إن نظام الموارد المالية الجديد وخصوصا بما يتعلق بالخسائر والأضرار ليس متعلقا بطموح ولكن بواقعية الأمل والدعم للكثير نحن في حاجة إلى نظام مالي أكثر فاعلية وواقعية للخسائر والأضرار وأقصاء أي عقبات يمكن أن تقف في طريق الوصول السريع إلى الموارد في وقت نحن في حاجة إليها صاحب السعادة خطة العمل لإدارة الموارد المالية الخاصة بكوب 28 يجب أن تنجح ونشجع على الحصول على مخرجات عملية يمكن تبنيها عبر اللجنة التنسيقية كما نشكرهم على عملهم الذي يمكن تطبيقه بكل سلاسة من قبل المشاركين في المؤتمر وندعو جميع الأطراف إلى السعي إلى تحقيق مستقبل يعكس التزام المشترك للحد من التغير المناخي ترجمة نانسي قنقر